اشتركوا في القناة تانك ووتر تلك بودر او ممكن الاستعاد عنها ببعض البيسز او قطع الورق بن بيبر تنشأ ظاهرة الانقصار للضوء نتيجة لمرور الضوء من خلال وسطين مختلفين في الكسافة والنتيجة لذلك تختلف سرعة مرور الضوء من خلال هاتين الوسطين الثيوري في الكسافة كل وسط الدينستي او المديم دينستي فان او انتشار الموجات او سرعة انتشار الموجات اللي احنا نسميها الفيز فيلوسيتي او سرعة الفيز او سرعة الحالة او السرعة الطولية للموجة تتغير يبقى تتغير يتغير الفيز فيلوسيتي ندية لتغير مين لتغير الميديم دينستي معامل انكسار لأي وسط شفاف يعطى بالعلاقة ان تساوي سي على في ايها عبارة عن ريشيو مابين سرعة انتشار الصوت في الفراغ الى سرعته في هذه المادة فعندما نقول ان مادة معينة معامل انكسارها يساوي واحد وثلاثة وثلاثين من مية فان هذا يعني ان الضو يتحرك بنسبة واحد وثلاثة وثلاثين من مية اقل منها في الهواء او في الفراغ طبعا معامل انكسار دايما شلس لانه عبارة عن ريشيو او نسبة مابين كميتين لهما نفس وحدة القياس يمكن حساب معامل انكسار باستخدام سنل قانون سنل او سنل زلو وهو عبارة عن فور تو اجسنت اوبتكال ميديا لوسطين متجاورين لوسطين ضوئيين متجاورين فان فان سنل او ميديا سرعة الانتشار الموجة في الوسط الاول الى سرعة الانتشار في الوسط الثاني وهذا يساوي الابزت ريشيو لمعاملي الانكسار خلال الوسطين اي ان سين سي او الى سين ست او تساوي N2 إلى N1 في هذه التجربة سنقوم بحساب معامل انكسار باستخدام لوح زجاجي أو قالب زجاجي وباستخدام الترافلينج مايكروسكوب بداية نضع نقطة على صفحة بيضاء عند النقطة B ثم نحاول النظر إليها من خلال الترافلينج مايكروسكوب فتظهر النقطة في الوضع الطبيعي أو البعد الحقيقي عند النظر إلى هذه النقطة أو إلى نفس النقطة من خلال وسط شفاف وليكن جلس بلوك يعني نضع جلس بلوك على نقطة وليكن نقطة بهذا الشكل ثم نضع الجلس بلوك ثم نحاول النظر إليها أو استضاع هذه النقطة من خلال الترافلينج مايكروسكوب نلاحظ أن هذه النقطة تظهر في وضع غير طبيعي يسمى الابيرانت بوزيشن أو الابيرانت إيميج أو الوضع الظاهر يبقى إذن الشعاع ينعكس من خلال النقطة به حتى ينكسر عند السطح الفاصل ما بين الواسط الأول هو الجلس والواسط الثاني هو الإير ويكون زاوية انكسار اللي هي سيتا 2 وزاوية سقوط سيتا 1 زاوية الانكسار هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع المنعكس المنكسر والعمود المقام من نقطة الانكسار أو نقطة السقوط على السطح الفاصل ما بين الوسطين أما زاوية السقوط لها سيتا 1 هي عبارة عن الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل ما بين الوسطين من خلال الهندسة المستوية وحساب المسلسات يمكننا إيجاد معامل الانكسار كالتالي بمد الشعاع المنعكس المنكسر على استقامته حتى يلتقي مع القطع المستقيمة A B عند النقطة B داش نلاحظ أن الزاوية سيتا 1 تساوي الزاوية سيتا 2 من خلال قوانين الهندسة المستوية والزاوية سيتا 2 عند سيتا 2 عند النقطة C تساوي سيتا 2 عند النقطة B داش من خلال قوانين الهندسة المستوية وحيث أن صاين الزاوية هو عبارة عن المقابل على الوطر فمثلا صاين سيتا 1 تساوي المقابل للمسافة X للمسافة الإزاحة الجانبية للشعاع عند انكساره لتساوي X إلى الوطر أو على الوطر اللي هو عبارة عن B C وصاين الزاوية سيتا 2 هو عبارة عن المقابل اللي هو عبارة عن X إلى B داش C وحيث أن الزاوية صغيرة صاين 1 وصاين 2 هي عبارة عن زوايا صغيرة فإن صاين الزاوية يساوي تان الزاوية يبقى إذن سيتا تان واحد أو صاين واحد صاين سيتا واحد تساوي تان سيتا واحد تساوي المقابل على المجاور المقابل X على المجاور اللي هو B A وكذلك بالنسبة للزاوية سيتا 2 فإن صاين سيتا 2 يساوي تان سيتا 2 يساوي X على B داش A يبقى إذن باستخدام قانون سنيل نجد أن صاين سيتا واحد إلى صاين سيتا 2 لو عبارة عن مقلوب معامل انكسار للوسط للوسطين يعني N2 إلى N1 يساوي X على B A لو عبارة عن تان سيتا واحد على X على B داش A لو تان سيتا 2 يبقى إذن X مع X يبقى إذن يساوي B داش A على B A يبقى إذن صاين سيتا واحد على صاين سيتا 2 يساوي B داش A على B A أو معامل انكسار الوسط الثاني إلى معامل انكسار الوسط الأول يساوي B داش A القطع المستقيمة B داش A على القطع المستقيمة B A إذن فكرة التجربة هي تحويل الزوايا التي لا يمكن قياسها في باطن اللوح الزجاجي أو القالب الزجاجي إلى أبعاد يمكن قياسها باستخدام الترافلينج مايكروسكوب لنحصل على العلاقة الأخيرة حيث أن معامل انكسار الهواء لو هو N 2 يساوي 1 يبقى إذن معامل انكسار الوسط الشفاف لو ال N 1 أو ال N G هو عبارة عن B A على B داش A و باستخدام و باستخدام الميكروسكوب المنزلق أو الميكروسكوب المتحرك نوجد قيمة نوجد ارتفاع النقطة B ويتمثل X 1 ثم ارتفاع النقطة B داش اللي هو الوضع الظاهر للنقطة B اللي هو يتمثل X 2 ثم سمك أو Thickness للقطعة المستقيمة أو Thickness لل Glass Block أو القالب الزجاجي وتمثل X 3 يبقى إذن N Glass أو معامل انكسار أو Refractive Index للGlass Block هو عبارة عن B A اللي يعبارة عن X 3 نقص X 1 على B داش A اللي يتمثل X 3 نقص X 2 البروسيدور أو خطوات العمل نحضر ورقة بيضاء وباستخدام الماركر بين نضع نقطة على هذه الورقة ثم باستخدام Travelling Microscope نوجد أفضل صورة ممكنة نوجد أفضل صورة ممكنة لهذه النقطة B ولتكن على اكتفاع X 1 باستخدام مسمار التحريك اكتفاع لأعلى ثم نضع Glass Block على هذه النقطة ونرفع المايكروسكوب لأعلى حتى تظهر أفضل صورة ممكنة للنقطة B وهذا 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 الاتفاع يساوي X 2 وهو عبارة عن الوضع الظاهري لصورة النقطة B ثم بعد ذلك باستخدام الماركر بين نضع نقطة على السطح العلوي للجلس Block ونحاول نوجد أفضل صورة ممكنة باستخدام المايكروسكوب لهذه النقطة وهي تقع على اكتفاع X 3 ثم نعوض في القانون J ال N J ال N جلس يساوي X 3 ناقص X 1 على X 3 ناقص X 2 وبنفس الطريقة نوجد معامل انكسار الماء نحضر الووتر تانك على ورقة بيضاء وباستخدام الماركر بين نضع نقطة ويمكن استخدام بدلا من نقطة يمكن استخدام Find Sand أو القليل من الرمال القليل من الرمال النعمة بدلا من استخدام الماركر بين وبنفس الطريقة نوجد بعض النقطة استخدام Travelling مايكروسكوب نوجد أفضل صورة ممكنة للنقطة التي تقع على قاع الووتر تانك أو التانك وتكن X 1 ثم نضع بعض من الماء في الووتر تانك ثم نقوم بإيجاد أفضل صورة ممكنة للنقطة الموجودة في قاع الإناء أو في قاع التانك وهي تمثل الابيرانت position أو الابيرانت image للنقطة B وهي تقع على اكتفاع X 2 ثم نضع بعض من الكوبيم بودر أو التالك بودر على سطح الماء وممكن استخدام بعض قصصات الورق لإيجاد اكتفاع الماء وذلك بالنظر من خلال الميكروسكوب ورؤية البودر فوق سطح الماء وإيجاد النقطة A التي تمثلها الاكتفاع X 3 وباستخدام نفس القانون أيضا يبقى N ووتر يساوي X 3 ناقص X 1 على الاكتفاع X 3 ناقص X 2 أي معامل الانكسار يساوي الثيكنيس الحقيقي على الثيكنيس الظاهري أو بنسميها الابيراند أو بنسميها الريال ديبس أو الريال سيكنيس على الابيراند سيكنيس أو الابيراند ديبس شكرا